خزانات أوكرانيا باتت تفيد بصواريخ غربية تختلف بالمدى والدقة لكن الهدية البريطانية الأحدث قد تغير وقائع المعركة كيف بدأت باستخدام أكثر سلاح متقدم تلقته منذ بدء الحرب وهو صاروخ ستورم شادو صاروخ كروز بعيد المدى طورته بريطانيا وفرنسا بشكل مشترك يزيد مدى على 250 كم هذه المسافة قل بقليل من مدى أنظمة صواريخ أرض أرض التكتيكية الأمريكية الصنع والمقدرة ب297 كم والتي طالب بها زيلنسكي مرارا ستورم شادو يتجه إلى هدفه بسرعة 987 كم في الساعة أو 0.8 من سرعة الصوت يمكن إطلاقه من الأرض أو بسخدام الطائرات بل يمكن تركيبه على الطائرات السوفيتية الصنع التي تستخدمها القوات الأوكرانية قبل الوصول لهدفه يمتلك سورم شادو تقنية حديثة هي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وينخفض تحت الارتفاعات المعروفة لتجنب اكتشافه من قبل الرادارات بشكل عام هذا الصاروخ يهدد الأراضي الروسية ويتيح لكييف الوصول لجميع الأقاليم الأوكرانية التي ضمتها روسيا كشبه جزيرة القرم مثلا وبالتالي استهداف خطوط الإمداد وذخيرة ومستودعات الوقود هناك تطورات دفعت بالقوات الروسية لإبعاد مواقع قياداتها ولوجستياتها بعيدا عن الخطوط الأمامية تحسبا لأي سهدافات غير أن حساباتها يمكن التغلب عليها بإطلاق الصاروخ من الطائرة ببساطة لكن خبراء عسكريين قللوا من إمكانية قلب هذه المعادلة للصواريخ نظرا إلى كلفتها العالية والمقدرة بـ 800 ألف يورو للصاروخ الواحد وأيضا محدودية المخزونات الغربية منها لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر